تركيزاً من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل لالتزاماتها المواقع عليها في الاتفاق النووية التي بدأت في التراجع عنها عام 2019. رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعلن إعادة العمل بإعفاءات أساسية تسمح للدول بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أمريكية. إعفاء قال عنه مسؤول في البيت الأبيض إنه سيسرع امتثال طهران لالتزاماتها النووية في حال التوصل إلى تسوية نهائية في الجولة التاسعة من مفاوضات فيينا التي من المرتقب أن تنطلق أطوارها بداية الأسبوع القادم. غير أن إيران تتحدث عن حزمة طويلة من العقوبات ورثتها من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابها من اتفاق لوزن عام 2018. وتشمل العقوبات قطاعات اقتصادية على رأسها صادرات النفطة وشخصيات سياسية ومؤسسات عسكرية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قال إن بلاده أبلغت الطرف الأمريكي أن عليه إثبات حسن نيته بشكل عملية ورفع العقوبات مطالباً واشنطن بتقديم ضمانات لإحياء الاتفاق النووية ما قد يعقد الجولة التاسعة من مفاوضات فيينا. لا سيما وأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس اعتبر أن الإعفاءات ليست تنازلاً ولا تشي بقرب التوصل إلى توافق. لإنقاذ اتفاق لزانا. الاتفاق الجيد بالنسبة للتهران لن يكون عبر رفع العقوبات أو إعادة العمل بالإعفاءات فحسب. وإنما لا بد على واشنطن أن تتبع رفع العقوبات بآليات التحقق من التخلص النهائي من تركة ترامب وضمانات أمريكية بعدم تكرار سيناريو 2018. هناك فقط ستتقبل تهران مفاوضات مباشرة مع واشنطن للتوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووية.